اشتركوا في القناة ورح يضل القمر في هاي المنزلة لغاية ساعة يعني الظهر تقريبا هاي المنزلة هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر رح يضل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 46 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأورام الأعمال الأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر اليوم موجود في برج الثور في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأربعاء رح يكون في خلوق مسار قلوق المسار رح يستمر لغاية صباح يوم الخميس رح نحكي عنه لما نوصل للزوايا الفلكية ولكن بما أن القمر موجود في برج الثور معناته اليوم منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكننا شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت أو الاهتمام بالأمور التي تتعلق بالعقارات بيع شراء استعجار ترحيل نقل من بيت لبيت أشياء من هذا القبيل وأيضا فترة جيدة للمناسبات العائلية وأمور لها علاقة بالشأن العائلي الداخلي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة واليوم برضو عنا ثلاث زوايا دروتها اليوم رح تكون رح نحكي عنها إن شاء الله طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي بدأ تأثيراتها اليوم اللي هي زاوية التثليث الإيجابية لبين الزهرة وبين الزحل وهاي طبعا من اليوم اللي هو 12 عشرة ولغاية 16 عشرة تأثيراتها دروتها يوم 14 عشرة في تمام الساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هذا يعني أن الفترة القادمة مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وأيضا بيضمن لك إخلاص محبوبك وجيدة للمصالحات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها إلى غاية 5-11 طبعا بوجهتنا يعني يوجد نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة في هذه الفترة بنتفاءل أنه في فرج قادم على الطريق أو في حل بعض المسائل يعني تفاؤل كامل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهي طبعا مستمرة لغاية 16-11 هذه زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وزلازل وسقط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو ذروتها اليوم أول زاوية هي زاوية التثلية الإيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي حكينا أنه بدأ تأثيراتها من يوم 18 ومستمرة لغاية 16-10 ذروتها اليوم ساعة وحدة وست دقائق فجرا بتوقيت جرينج فعشان هاي زاوية بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين المريخ وبين نبتون واللي حكينا تأثيراتها من 15 لغاية 22-10 ذروتها اليوم الساعة 5 وست واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي وبرضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا أو بيخدعونا وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ وبتدل دوليا على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات بترول أو حرائق أو الضرابات وفي قطاع الصناعة والصحة ولكن المشاكل اللي على مستوى النفط والغاز هي اللي رح تكون طاغية وتقلبات المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها ساعة 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذه زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا كل زوايا اللي مع القمر تأثيرها طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 10-10 بدأت ومستمرة لغاية يوم 13-10 فاليوم ذروتها للساعة 27.23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما إنها هاي الفترة بزيد فيها احتمالية السفر والاتصالات بنشاط عالي جدا لدى الجميع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها ساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وإلا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها ساعة 24 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتحزز الخيال القصب عنا وبيقوى الحدث وعليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا الزاوية الساعة 9.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 9.41 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر خلو المسار لغاية صباح يوم الخميس يعني لغاية الساعة 5.7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل الغمر بعدها لبرج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية لإلها العنق، الحنجرة، الحفال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما فيه برضو أي مشاكل ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصمغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 17 يوم في تمام الساعة 84 دقيقة مساء بصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشر سعيد بنسبة 100% القمر في الثاور حتى يوم 13 منتحس الآن هو بنسبة 50% ولكن فيه ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 40% وبظل مستمر بهذه الدرجة لغاية ساعات المساء لا يتحول لسعيد بنسبة 30% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشر منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشر سعيد بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشر سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورا نصف الثاور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي يعني لغاية يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك برضو فرصة ممتازة للعمل الإضافي والحصول على بعض المكاسب يعني فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهانيا عاطفيا بكل الجهات هي قوية جدا فعشان هيك ما تضيع الفرصة حاول انك توظف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول انك تناقش بوضوح بدون أي عصبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طثيقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم طاقتكم عالية جدا وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعى من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع احد منافستك حاول انك تطوي صفحة الماضي بترتفع عندك المعنويات اليوم بشكل واضح تماما وطاقة عالية جدا فترة نشطة وواعدة بتطور جيد وحضوضة عالية وتعتبر من افضل ايام الشهر اذا استغلتها بشكل ايجابي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا يوم يطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لانه الخمر موجود في بيت المتاعب لا صباح يوم الخميس فبدكوا تتحمل وتضبطوا عصابكم لانه خلال هذا اليوم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالك مكانها بتخيب امالك لسبب او لاخر ممكن سوء التفاهم ممكن يخيب امالك بشخص معين او بتصرف حاول انه اليوم برضو ما توقع على اي عقد ما تحسم اي امر لانها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم تسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم اليوم عندكم نشاط عالي جدا مع المستوى الاجتماعي حاولوا انكم تكونوا مخلصين لصداقاتكم ومعودكم لانه اليوم ممكن تحصد على تأييد او دعم او مساعدة فعشان هيك حاول انك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر ورح تفرح اليوم بانتصار مهني او اجتماعي او رح تنشط بمناسبة سعيدة تستفيد منها برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او اللي بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو ممتازة هاي الفترة لتحسين العلاقات مع المسؤولين او توطيدها بتحمل هاي الفترة برضو نوع من انواع الضغوط على عدة اصعدي لها علاقة بالمغامرة بالكلام اشخاص بيستغيبوك بتأمروا عليك عندك قدرة على مواجهة هذا الامر ولكن حاول انك تضبط اعصابك لانها هاي بيت السمعة هذا المكان اللي موجود فيه القمر عشان هيك ممكن يكون هذا اليوم في بعض التوتر تنتظرك مواجهة او ارتباط مهم بيسبب لك بعض التوتر فعشان هيك بدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية وما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في البيت التاسع اللي له علاقة بالسفر البعيد والعلاقات مع الاجانب او الترتيب لأمور بتتعلق في هذا المجال او الدراسات الجامعية اليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد او تنجحوا بسفر او اتصالات او امور الها علاقة بمعاملات بتتعلق في هاي الامور بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما تعتبر من اجمل ايام الشهر فعشان هيك بدك تحاول تستغلها بطريقة عقلانية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر تحرك من مقابلكم الانصار في البيت الثامن اللي له علاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية تعتبر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد اهمش انك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد حاول انك تقوم بواجباتك بشكل تام يعني الفترة هاي جيدة لحصد المكاسب من الاموال المشتركة بنك ضريبة تأمين ولكن غير جيدة لكفالة شخص او ضمانة شخص او اقراض شخص فلوس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ليش؟ لان القمر موجود مقابلكم تماما في بيت الشراكة المالية والعاطفية فموسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة شوي فعشان هيك بتكون تحافظوا على هدوء اعصابكم نبرد صوتكم بتكون الضغوط يعني شوي زيادة في هاي الفترة فعشان هيك بتكون تحاذروا من تأزيم اي خلاف او تكبير اي مشكلة وحاول انه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم وابعد عن المشاكل قدر الامكان لانك انت الحلقة الاضعف برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل لانه القمر صار في بيت العمل والصحة فأقول لانه انت عندكم قدرة على انجاز كثير من اعمالكم خلال هذا اليوم بتقدروا تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر اليوم رح تلاحقاك الاتصالات وتكثر عندك المسئوليات العائلية والمهنية فعشان هيك بدك تنظم وقتك حاول انك ما تتأخر ممكن تهتم بانشغلات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل حاول انك ما تشك بنفسك هاي الفترة فيها انشغلات صحية ممكن مراجع الطبيب او الاهتمام ببعض الادوية او ممكن انك تكون بحاجة لعلاج ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني الطاقة عالية جدا يعني هذا البيت الخامس بيت الحب والعلاقات العاطفية بيت الترفيه بيت الهوايات بيت الابناء والاحبة فحاولوا اليوم انك ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي اي واحد انتوا اليوم على موعد العلاقة بمصالحة او لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات وسعوا لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك بتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية اليوم الاجواء جيدة واللي صالحك في كثير من الاشياء والحظ بيدعمك في كثير من الامور فحاول تستغل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الان في البيت الرابع للاعلاقة بالبيت والعائلة فاليوم بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وخصوصا هاي الفترة بدك تخصص فترة جيدة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة فيه حدث عائلي معين ممكن اليوم يلفت انتباهك او يعني يكون شوي بحاجة منك انك تدخل فيه فحاول انك تدخل بمرونة لانه الجو شوي فيه نوع من انواع ضغوط والمسئولية بتكون كبيرة عليك وممكن يكون فيه ارتباط مهم فما بيجوز الفشل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية ممكن تظهر بعض الاعطال او التصلحات او الترتيبات او المشتريات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات النشاط عالي جدا قدرتكم على التواصل الممتازة جدا برضو هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة او التعامل مع احد الاخوة او احد الجيران بتتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف وبتقدر اليوم تناقش اي موضوع عندك قدرة على الاقناع وسرعة بديهة انك تتجاوز اي ضغط فعشان هيك اليوم تسمع صوتك بالاشي اللي بجول فيه خاطرك اللي مش قادر تتعبر عنه اليك فترة اليوم تقدر تعبر عنه باريحية ولكن بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفاديا للاهمال او التقصير او انها تتداخل الامور كلها ما بعض فعشان هيك حاول انك ترتب وقتك وتركز على المكاسب اللي انت بحاجتها عشان تستغل هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر